أعزائي من منطقة قمران عند البحر الميت أريد أن أتحدث في هذه الفقرة عن شيء مهم اللي بيتعلق بميلاد المسيح ألا وهو سلسلة نسب المسيح قبل ما أبتدي طبعاً إحنا موجدين في المنطقة الصحراوية ومثل ما شايفين خلف المغاير الكثيرة هذه المغاير اكتشفوا فيها مخطوطات قمران العديد من المخطوطات القديمة اللي بعود تاريخها 150 ل250 قبل الميلاد وطبعاً في هذه المخطوطات موجود فيها معظم أصفار الكتاب المقدس العهد القديم أقصد وأيضاً سجلات أخرى لجماعة اسمهم الإسنيين كانوا بنادوا أنفسهم أنهم أبناء النور طبعاً بالمقابل أنهم يحاربون أبناء الظلمة عن المعرك الأخير في آخر الأيام كان مشهورين بسجل المخطوطات ويقضوا وقت طويل لكتابة الأسماء والمخطوطات القديمة فهذا المكان مناسب البشير متى يقدم هذه السلسلة بطريقة بارعة جداً أول شيء بيكسر فترة الصمت أكثر من 400 سنة من آخر نبي في العهد القديم النبي ملاخي إلى طبعاً سلسلة مبتدئاً بسلسلة نسب المسيح لأنه عاوز يظهر شرعية المسيح ومصداقية المسيح أن البشير متى يكتب إلى اليهود المدققين اللي بيفحصوا السجلات وكل شيء عاوز يثبت أنه مجيء المسيح هو المسيح الموعود ابن داود من نسل إبراهيم وطبعاً أنه نبوات العهد القديم تمت في شخص يسوع المسيح وطبعاً كتابة السجلات هي عادة يهودية أنه كان بيكتبوا عن تاريخهم وبيكتبوا أسماء سلسلة النسب بعود من قديم الأيام منشوف عدة سلاسل من مثلاً من سفر التكوين إلى سفر أخبار الأيام الأول والتاني في كتابات عزرة ونحمية وطبعاً في العهد الجديد بيتكلم البشير متى في الإصحاح الأول حتى يربط جسر بين العهد القديم وتتميم النبوة في شخص المسيح وطبعاً البشير لوقة في الإصحاح الثالث يثبت أنه المسيح جاء من سلسلة أو من نسب داود حتى يثبت شرعية المسيح وهذه كانت تعتبر دراسة مهمة جداً لليهود